موسيقى لا تحاول أن تنتصر في كل الاختلافات فربما كذب القلوب أولى من كذب المواقف اقرأ الخطأ ولكن لا تكره المخطئ انتقد القول ولكن لا تنتقد القائل فإذا جاءك المعتذر اسفح وإذا جاءك المهموم أنصد وأخيرا تغافل لتعيش التغافل فن وقوة عمر التغافل مكان ضعف عمر لما أعدي وأكبر وأفوت علشان خطر المركب تمشي لمواقف عدت علي ولحاجات ممكن تكون بتضيقني عمر دا مكان ضعف مني بالعكس ممكن دا يكون قوة القوة دي إن أنا مش عايزة أديق نفسي القوة دي إن أنا بريح نفسي وبريح اللي حوالي لما أقول أنا هتغافل وحعدي دا نتيجة إن أنا مش عايز أعيش في محيط مليان مشاكل في قاعدتين مهمين جدا لازم نحطهم وصادع لنا القاعدة الأولى بلاش تركز في التفاصيل بلاش تبقى إنسان تفصيلي دي بصتلي تكلمني دي ضيقتني آه دا تنمر علي دول كانوا قاعدين بيت وشوشو يبقى كان قصدهم أنا متبقاش إنسان تفصيلي عدي فوت طالما محدش جاه قالك الكلمة في وشك كبر دماغك طالما ما فيه شخص عنده الشجاعة إن هو يقولك حاجة كده أصادك أعتبر نفسك مش سامع أعتبر نفسك مش سامع تاني قاعدة مهمة جدا لازم إن احنا نحطها أصاد عينينا وهي إيه؟ إيه وعا تاخد قرار وإنت متعصد هتتعرض لمواقف هتتعرض لحاجات ممكن نهاية تنرفزك جدا تاخدش قرار أبدا الوح كده عد من 1% أغير مكانك قوم أتمشى وإرجع تاني فين جن قهوة مهم إن انت متاخدش قرار ليه؟ إن ساعة العصبية أو ساعة الموقف لما بيحصل العاطفة هي اللي بتكون غالبة علينا لما لما بناخد كده نغير مودنا أو نغير وضعيتنا بيبدأ العقل هو اللي يسيطر فبنبص للموقف بمنظور تاني على فكرة ممكن يكون المنظور إيجابي أو سلبي يعني أنا بص يعني أنا ممكن أبص للموقف ده أقول إيه ده؟ موقف كان ما يحتملش إن أنا أكون متدايق أو أكون متعصد وممكن أبص للموقف من ناحية تانية وأقول لا أنا المفروض أعمل وقفة أنا المفروض أقول أنا كرمتي فأقول لأعتبار فحسب الموقف حتقدر تحدد رد فعلك فبلاش تاخد رد الفعل وأنت متعصب أبدا بنسأل نفسنا دايما إمتى أعدي؟ إمتى أتغافل؟ وإمتى أقف؟ فأقول لأ أنا لازم أخد موقف دايما بنقول لما يتغلط فينا كتير لما نكون مش قادرين أبدا أتغافل وأعدي مش بقوة الغلط إنما بتكرار الغلط ممكن يتغلط فيها غلطة كبيرة بس تكون بحسن نية بغباء بسازاجة والعمل الغلطة دي فيها بيحاول يعتذر ويصالحني ويقدم فروض الولاء والطاعة ويحاول أنه هو يكفر عن غلطته هفضل أنا دايز بنزين بقى للآخر؟ لا هجيب لي وارا شوية حاسمعه آآ طيب حديله فرصة طيب حاشوف هو معايا تعاملاته هتبقى عاملة إزاي حتى لو كاتت الغلطة دايقتني حتى لو الغلطة كانت يعني أثرت علي بس طلاه ما فيه اعتذار والاعتذار ده يعني هداني والاعتذار ده بدأ يرجعلي جزء كده من نفسيتي اللي تعبت حديله فرصة إحنا بشر والإنسان خطأ بطبعه طيب حد تاني غلط فيها والغلطة دي مش كبيرة قوي بس مقصودة بتتكرر وانبهه واللو انا متضايقة ويكررها هنزع لانا ويكررها والغلطة مش كبيرة بس التكرار مع الاستمرار مع أنه هو قاسد ده معناه أنه عايز يقزيني واللي يغلط في الصغيرة يغلط في الكبيرة شخص اللي زي ده لا يصلح أنه يكون في حياتي أعدي أكبر أخفر إنما حد يكون قاسد يقزيني لا تغافلوا بحدود عدوا بحدود عايدين المركب تمشي الحياة كلها ضغوط لكن حفضل أعدي 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 حقك في الآخر حيتاخد لأن فيه ناس بتفهم الموضوع ده غلط فيه ناس بتفهم أنه أنت كل ما تسكت وكل ما تكبر دماغك وكل ما تبقى لطيف وجميل ده ضعف منك فأنت ما تزودش في الحاجة قوي وما تقللش منها قوي الزيادة من كل حاجة بتجيب نتيجة حكسية تماما بنقابل كتير في حياتنا أعداء للنجاح أعداء النجاح دول بيبقوا عاديين كده متربسين أول ما يشوفوا شخص نجح وبيعلى بيطور من نفسه بيتقدم يبدأوا يركزوا يتوغلوا في حياته عايزين يوقعوا وينزلوا يبدأوا يلهوا بمشاكل يبدأوا يوتروا علشان خطر يركز معاهم ويسيب الخطة الحلوة اللي هو مشي فيها اللي عايز ينجح فيها كل ما يطور من نفسه أكتر كل ما يبين فشلهم أكتر كل ما يعلم النفسه أكتر كل ما يبين إن هما قد إيه فضين من جوه فأنت أكمل في نجاحك لإن أعداء النجاح دول أوعى لتصدقهم ولا تصحبهم ولا تكون معاهم دول ما ينفعش يكونوا في حياتك لإن نجاحك بيبين هما قد إيه ناس صغنانين الإنسان النقص اللي عنده نقص داخلي بيحاول يعوضه إنه هو يقلل من اللي قدامه يكسر اللي قدامه لإنه كل ما اللي قدامك يبقى كويس وإنت مش عارف تبقى كويس بتقلل منه ما أنا ما ينفعش إن أنا بقاعد كده ماليش لازمة مش أي حد أدخله حياتي مش أي حد أقعده جنبي مش أي حد أكلمه في التريفون أشتكيله همي لازم أختار مين يكون معايا لازم أختار مين بالليل أكلمه أقوله حصل كذا طيب أنا متداق من كذا لازم أختار مين أقوله انصحني ده مش هيجي من يوم وليلة لا خالص ده هيجي نتيجة خبرة ده هيجي نتيجة مواقف هتتعرضوا ليها مش كل ما تشوفه حد يبقى بيدحك بوشكه خلاص ده صاحبي وحبيبي الصاحب بتشوفه من الموقف ومش الموقف اللي فيه فرحة الموقف اللي فيه زن أو حزن وكذلك الحبيب فلازم نبقى عارفين إن التغافل فن تغافل لتعيش ولكن أعمل حدود لحياتك صباح الفل عليكم هنبدأ أولى خطواتنا من خطوات فاصل وانواصل السوشال ميديا بقت جزء لا يتجزأ من حياتي وما بقتش عبارة عن إن أنا بنزل صورة ولا إن أنا بعمل ريأكت لاف ولا إن أنا بعمل ريأكت لايف لأ السوشال ميديا بقت أكبر من كده بكتير ممكن نستخدمها في شغلنا يعني ممكن إن أنا أعتمد على السوشال ميديا دي إن هي تدخلي دخل إن هي تروجلي سلعة إن هي تبقى معايا وحافظ لي إن أنا أكمل وإن هي تعملي بوش كبروا تنخكوا بقى من حتة اللايك ومن حتة اللوف والكلام ده السوشال ميديا بقت جزء كبير وواخد حيث كبير في حياتنا عايزين نتكلم باستفادة في الموضوع ده مع أستاذ أشرف سرحان حد خبير كده في السوشال ميديا حد حيقول لنا كده باختصار نعمل إيه ونستخدمها إزاي بشكل صح صباح الفل على حضرتك صباح الفل موضوع مهم جدا وأنا شخصيا عندي أسئلة قد كده أنا معاكي ما فيش مشكلة خاصة الصفحات الممولة وإن أنا دلوقتي بقيت أستخدم السوشال ميديا إن أنا عايز أتعرف سواء كشخص أو كشركة أو كسلعة واللي بقى الدنيا دي أقدر أستخدمها إزاي وأبدأها إزاي تمام حضرتك إحنا دلوقتي بنبدأ من إيت وزيد مع أي قلائنط ييجي الشركة تمام من أول البتج على الفيسبوك أو على الإنسجرام بنبدأ اللي إحنا نزود له فالورز بس حقيقيين مش فيك ودي طبعا نحط حتى مليون خط يعني لأن إحنا بنعمل سبونسر للناس المستهدفة للمجال نفسه أو المحتوى نفسه في الأوفر اللي هو بيقدمه يعني تمام وبعدين إحنا بنقدر كمان إن إحنا الإعلام ممول ده فيه اختلاف فيه كتير قوي فيه حد ممكن يحط بودجت مثلا سي إكس ووحدتين يحط بودجت عشر إكس فطبعا بيختلف في النتائج كلها طبعا كل بودجت بيختلف عن البودجت الأبيون أنا أخدت بالي من كلامك إن علشان يبقى إعلام ممول صح إن أنا بستهدف فئة معينة أو سلعة معينة يعني سي مثلا أنا عايزة أمركت مثلا لبس تمام ملابس فأنت بقى بتعمل إيه يعني البراند أول حاجة بنعمل ديزاين كويس للبراند اللي هو يظهر بشكل كويس تاني حاجة الحملة بتتقاس إنها نجحة أو سقطة من إيه برضو لازم نوضح حتة دي إن الموضوع منقسم لجزئين جزء على الكلاينت وجزء عليك كماديا بير الجزء اللي عليك إن أنا لازم أترجط الفئة المستهدفة للعرض أو الأوفر اللي الكلاينت مقدمه الجزء بقى لعلكلاينت وده الأهم الجودة والسعر نفسه لأن أنا كماديا بير أنا بجيب له العميل أول مرة هو بقى بشطرته وبجودته وبسعره اللي هو يخلي العميل يستمر معه مرة واثنين وثلاثة يعني جودة المنتج عليها عامل بسحارتك قلت نقطة مهمة جدا إن أنا لازم أستهدف الفئة اللي عايزة الموضوع ده عشان كده فيه أعلانات مموالة ما بتبقى سنجح بالضبط يعني حضرتك ممكن تقابلي سبونسر قدامك حاجة أنت مش مهتمة بيها أصلا بس جات قدامك فجأة فده بيبقى عيب في الميديا بير نفسه اللي هو مستهدف ناس مش انترستد بالحاجة نفسها فعشان نجاح الحاملة لازم يكون ناس انترستد بالموضوع نفسه أو بالوفر نفسه المعروض تبقى حبة الحتة ده بالضبط عشان يلاقي المرضود يعني صح طيب عايزة برده أقولك حاجة ساعات كتير مثلا بنلاقي يقولك ايه تعال مثلا ادفع كذا وحنزود لك مئة ألف فالور وتلاقي بقى ايه مزايد بقى موجود ده كل شوية موجود ده كتير اه ودلوقتي بقت شركات أونلاين فأنا عايزة أعرف ازاي أقدر أحدد ان الشركة دي أتعامل معاها أو المكان ده فيه سيكيور معين أو آمن والمكان ده لأ وازاي أقدر كمان أبقى متطمنة ان اللايكس دي أو الفولورز دي اللي حتجيلي عن طريق الشركة دي فهيجيلي طبعا لايكس دي مش فيك ومش حاجة أي كلام ومش حتتسحب مني بعد كده وان هي حتفضل موجودة على البيتش ازاي بقى التوليفة دي والله دي حاجة بترجع لحاجتين بالضبط جزئين ما فيش ثالث يعني أول جزئية ثابت الأعمال بتاعة الشركة نفسها وطبعا عندها في شركة لينماديا احنا قبل ما حد بيجي يعني مثلا تسعين في المية من كلانت اللي عندنا بيجوا مكان كلانت تاني يعني هو اللي بعتينه فهنا بقصدي مش مش إعلانات أو سبونسر تمام الجزئية الثانية بقى ودي الأهم ان التست كويس اوي في الموضوع ده يعني مش لازم نطلع ببطجت عالية مرة واحدة مع اي شركة نتعامل معاها ممكن نتست معاها حاجة بسيطة يعني انت عايز ان الكلانت يعني حالتك قصدك بيتيست ان هو يعني ايه بيجرب بالضبط بلاش اجرب ببطجت كبير بالضبط فلو لقيت التفاعل كويس استمر بالضبط لحد ما ياخد السقة من الشركة دي بعد كده يعمل معاها بطجت اللي هو عاوزه بس يتأكد أهم حاجة يتأكد ان الشركة مستهدفة للناس الانترست بالمجال بتاعه لان ده حاجة مهمة جدا لانه ممكن حد يدفع بطجت عالية ميزانية عالية جدا وما يجدوش اي حاجة في الاخر لأ بس او يجي له وفجأة بعد شهر يلاقي ان البيت عملها بتقل والفالورز بتختفي ده الفيك بقى ده الفيك ما هو الفيك ده بيأثر على كل حاجة يعني مش بيأثر بس على النتيجة عنده كما بيعات او حالات لو كان دكتور مثلا لأ ده بيأثر كما نعب بيجي نفسها لانه بعد فترة لازم تتقفل طب ايه بقى حل الموضوع ده يا انا عايز اتطمن ان انا مش هيبقى اللايك بتاعتي اللي جايالي عن طريق الفالورز دي مش هتبقى فيك وحال الموضوع ده زي ما قلت لحضراتك في الجزائي الاولى ان احنا لازم نشوف الاول فيدباك بتاع الشركة اللي احنا نشتغل علينا ما يعني ما فيش اي حل غير ان انا اجرب الاول بالضبط لان فيه شركات كتير في المجال ده ده دلوقتي في مصر وبرا مصر كتير او بيستخدموا الفيك اوي بنسبة 90% بيستخدموا الفيك فعشان كده انا مصر في الشركة عندي مهتم جدا ان حتى لو البطجت عالية شوية على العميل بس ان انا اجيب له فولورز حقيقين مستهدفين بالبطج بتاعهم بوس بقى انا عندي سؤال وانا شخصيا مهتمية بي جدا تمام جدا فترة الاخيرة دي حتى بتلاقي ناس ترندي جدا وبتلاقي ناس يعني ناس يعني لهم اسمهم يطلعوا لايف ادعوه لي انا البطج بتاعتي هتتسحب خلال 24 ساعة انا بنيت فيها ويبقى مثلا عليها مليون ويبقى عليها ملايين وتلاقيها مهددة ان هي تتسحب او مهددة ان هي تتقفل لا بيجد بقت ظاهرة غريبة الفترة الاخيرة فلا انا يطمنا لان انا واحدة من الناس انا خايف على البطج تاعتي في سياسات معينة في البطجات ممكن حد يكون حط كريديك كارد مش بتاعته مثلا او كريديك كارد المفروض ما تتحطش في الوقت ده او في البطج تي او حط مثلا حاجة دخل قد من مثلا او شركة زودت له فولورز فيك اعمرت له اعلان غير مستهدف للناس المستهدفة في البطج جزئية تالتة برضو مهمة جدا ده اللي بيحصل بقى في قفل البطج ان مثلا بطج معينة بلوجر مثلا او ايان كان متعود اللي هو ينزل المحتوى معين فجأة المحتوى ده قلبه المحتوى تاني خالص بس على فكرة مش شرط يعني انا بشوف بيجز لا بتبقى ماشي على نفس المحتوى وفجأة تلاقي كده ايه الدنيا وقفت معاها فهل ده ممكن يبقى عن طريق الفيسبوك نفسه مثلا لا موضوع وقوفي المحتوى او الريتش اللي هو يقل بنسبة او يزيد بنسبة ده بيبقى تحديثات في الفيسبوك نفسها يعني ممكن الفيسبوك نفسه اللي قرر يقفل البيتش دي كده لا هو مع عمره ما يقفلها كده من غير حاجة اللي انا ذكرتها لحضرتك تمام لكن موضوع الريتش نفسه اللي هو امتى يقل و امتى يزيد ده في احداثيات الفيسبوك نفسها يعني عشان الفيسبوك يعني يقرر يقفل البيتش زي ما احنا سعاد بنسمع انتي قعدة بقى ستاند باي انه ممكن حد يقفل لك البيتش دي مستحيل لا مستحيل لازم يكون عمل مخالفة للسياسات بتاعة الفيسبوك طيب المخالفة دي بقى يا استاذ اشرف يعني مثلا كان زمان اول ما بدأنا من احنا ناس قدام في الميديا فكان زمان يديلك معصد شكده يقولك ايه لازم تعمل خطوات دي علشان خاطر تشيل المخالفة دي انت جالك اكتر من ريبورت او جالك اكتر من انزار على صفحتك فانت لازم تبدأ تزبر بالضبط الخطوات دي اللي هو كل الفولورز يدخلوا ويعملوا حاجة زي دعم كده للبيتش نفسها او الاكاونت نفسه دلوقتي فيه بقى الكلام ده ولا لا دلوقتي معدش الكلام ده ايه بقى انت حاجزك زي ما قلت لحضرتك هي تحديثات فيسبوك فالفيسبوك ليه سياسات محدش عارفها يعني محدش فاهمها الموضوع فيه بحر شوية متوسع شوية يعني لكنه ما ملوش حاجات معينة او اسات معينة نمشي عليها طيب طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه ازاي اقيس ان الحملة الاعلانية دي نكحة اولا ايه المقاييس او المعايير ان انا قدر اقول الحمدلله ان الحملة بتاعتي دي انه هي زي ده سؤال مهم جدا انا كنت مستنيه بصراحة السؤال ده احنا عندنا في الشركة عموما انا بتكلم عن نفسي يعني انا بقدر ان انا احدد للكلينت نفسه بضمان نسبة نجاحة يعني بضمان نسبة نجاح ما تقلش عن سبعين في المية مثلا كمان المميحين طيب ازاي بقى نقسها نجحة ولا سقطة بنرجع لحاجتين الحاجة الاولى جودة وسعر من منتج نفسه اللي معروض او العرض او الاوفر اللي هو حطه يعني في الاعلان تمام الحاجة التانية بترجع للميديا بير اللي هو مستهدف الفئة اللي رحل الاعلان يعني كل اعلان بيكون محطوط ببجت معينة القلانة تمحددها كماديا بير لازم اوظف البدجت دي تتصرف امتى وعلى قد ايه وفين فيه تحدتات كتير قوي للإعلان عشان الناس الانتراست بالموضوع ده طيب بقى احنا ممكن نحدد السن مثلا اللي بيبقى بيدخل يعمل لايك للإعلان يعني انا ازاي احدد المعايير يعني انا واحدة مش فهم حاجة ودخلة على البيج وعايزة اشتغل بنفسي وبشوف الشركة دي هتساعدني ازاي هتعمل ايه يعني افاهم قوتي اول حاجة بدرس الاول مجالك يعني انا بعرف مجال حضرتك ايه بالزبط وبقدر اقولك اللي احنا نمشي عليها من ايه تزاد زي ما قلت لحضرتك في الاول ان احنا بنعمل يعني انت مثلا بتحدد السن تحدد المنطقة المنطقة وكمان الناس الانتراست بقى يعني بيدوروا على حاجة دي فيه كلمات بحث كده لازم بنكتبها في الاعلان زي هاشتاجات كده عشان الناس اللي بتدور على الحاجة دي اول ما بتعمل سيرش عليها لو حرتك بتعملي سيرش على اي منتج لو دخلت عليه وطلعت تاني الطايم لاير عندك او في الهوم بتاع الفيسبوك كل الاعلانات بتاعت المنتج ده هتظهر قدامك عشان كده تصدق فعلا انا ممكن اعمل سيرش على حاجة فجأة بزرط الاقي الطايم لاين كله نزل على الحاجة نفس المنتج اللي انت بحثت عنه انا ساعد بقى ده اقول ايه ده انا مترقبة ولا ايه بالضبط لا ده تبقى عاملات بحث بس بتبقى اعلان الاسبونسر ده على فكرة منحدده في الاسبونسر نفسه يعني ممكن نوقفه او نحدده يعني انا مجرد بعمل سيرش فكده كده الفيسبوك نفسه بيبدأ ان هو يساعدني ان هو ينزلي كل البيج بالضبط فالشركات بتاعت التمويل فبتبدأ ان هي تبقى عارفة ان الفئات دي بتعمل سيرش على الموضوع ده بس ده ده الموضوع كبير كبير جدا ده الموضوع ما تلاش اصل الناس فاكرة ايه احط فلوس في الفيزا حشحن الفيزا هعمل تمويل على البيئرنا كده تمام زي الفول لا لا خالص لان الاعلان لو عملتيه للناس كلها كده مش هيستهدف الناس الانترست بالوفر نفسه فبالتالي هو مش هيستهدفل حاجة فلوس كده تبقى طايرة في الهوى صح بس فعلا الموضوع ما تلاش سهل وبسيط زي ما احنا فاكرين ده تلقى الموضوع ليه سياسة له بحر كبير طب بجد طب انا عايزة عايزة اسألك سؤال انا اللي قدر الله مثلا اتسحبت البيتش بتاعت خلاص مبقيتش موجود تمام فيه بقى طرق ان انا ارجعها ولا خلاص اللي راح روح وكده لا هي بترجع بس مسألة وقت بس هي بترجع في الاخر يعني فعليا بترجع اه لا هي اكيد بترجع بس هي بتبقى انا اسألت وقت يعني ممكن من 15 يوم بالزبط لسنة تقريبا يعني ينهار ابيض اه فيه بيجاد فعلا بتقعد فترة كبيرة بس هي الحمد لله ما حصلتش معنا خالص او معي انا شخصيا انا خبرة بقى لعشر سنين في المجال ده ما شاء الله فانا مفيش حاجة خالص حصلت معاي من موضوع ده بس انا عجبني الثقة يعني انا عجبني الثقة اللي حالتك بتتكلم بيا لان فعلا فيه ناس ممكن تقولك هرجع لك البيجي ترجع وتاخدها اه فيه كده فعلا فانا عجبني ما شاء الله يعني انا انا سمعت عن حضرتك كتير فعجبني ان الناس حتى اللي اتعاملت قالت لأ يعني فيه مصداقية الواحد بيتعامل وهو خلاص مرتاح اه لا ماشاء الله فعلا يعني موضوع السوشال ميديا احنا ممكن يبقى مجال الربح لو احنا تعاملنا مع شركات آمنة ومضمون بالضبط طبعا طيب بص السؤال بقى يعني خارج الصندوق تمام الناس بقى اللي ممكن تستخدم اغاني تحطها على الاعلانات يقولك انا انا الدنيا وقفت الحاجات اللي احنا بنسمع عن طريق البلوجرز دي فعلا يعني حقوق ملكية يعني انا دلوقتي لو عايز اغنية اعمل ايها عشان اتأكد ان هي ما فيهاش حقوق ملكية لا لو حضرتك الوقت يا حسب كل منصة وسياساتها يعني مثلا اليوتيوب فيديو في خلال 14 ساعة بيكون نتمسح دايرت كده على طول طبعا لو اخدتي حاجة بنسميها عندنا مزورة في الفيديو نفسه في التراك نفسه يعني لو اخدتي مزورة كاملة من التراك ده كده لازم يتمسح ده كده خلاص اه طبعا عشان حقوق ملكية طب لكن لو على الفيسبوك بقى و انستا او تيك تاك الفيسبوك بقى مختلف في الحتة دي مش بالمزورة هو بأي حاجة اخدتيها من يعني حتى لو ثانية واحدة الفيديو برضو لو اتعمل علي الريبورد هيتمسح على طول اه خلاص فنشتغل يعني نشتغل بالامان احسن يعني خلنا في الامان احسن طيب عايزك بقى كده يعني في ختام الفقرة الجميلة دي يعني تقول للشباب ايه اللي عايز يبدأ حياته عن طريق السوشيال ميديا والله هو اهم حاجة يعني يتقى ربنا برضو الاول يعني في الكلانت اللي معالي ان المجال ده فيه نصب كتير قوي وناس كتير فعلا نشتاكم من الموضوع ده حي اهم حاجة اللي هو يكون حابب الموضوع لان الموضوع زي ما قلت لحرارتك اللي هو بحر كبير قوي المجال منقسم لأقسام كتير جدا فيه برماجة وفيه اكواد اجتمئال حاجات كتير قوي فهو اهم حاجة بس يدور كويس في الموضوع يعني يسعى في الموضوع ده عشان سو معايته تبقى كويس بالضبط اهم حاجة في الموضوع ده نورتني ربنا خديك اشرف سرحان وعجبني جدا حياتك بتتكلم ببساطة وفعلا موضوع السوشيال ميديا جماعة موضوع مش سهل وزي ما استاذ اشرف قال لازم تروحوا لاماكن تكون امنة وتكون سيكيورد ونصيحة اللي قلتها لنا لكل الشباب ان هما لازم يكونوا مهتمين ان هما يتعاملوا بضمير انت نورتني يا استاذ اشرف وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى حضرتك ان شاء الله شرف لاي اكيد وحنروح لفاصل وحنكمل باقي خطواتنا من خطوات فاصل وانواصل هتكلم النهاردة عن مشكلة اوفاخ بيقع فيها ناس كتير قوي انا دخلة في مشروع جواز وانا دخلة كده تحت سلوجن او لوجو ايكان فكس انا دخلة كده علشان ازبط خطيبي ده لا لا مش مشكلة بخيل هزبطه عصبي لا لا انا هعدله هي بتلبس قصير لا لا هخليها تتحجب هي عندها صحاب كتير لا لا مش هخليها تكلم حد وندخل الجوازة من هنا وهوب نلاقي نفسنا العارفين نغير ده والعارفين نغير ده واللاقي نفسنا ايه دخلنا في حرب اهلية جوه البيت خلينا بقى نتكلم باستفادة في الموضوع ده هنعرف نغير مش هنعرف نغير الدنيا هتمشي ازاي معانا النهاردة منورنا في الستوديو واستاذة دعاء خليفة اخصائية نفسية ومعلم تربية ايجابية واستشاري تحفيز ده ايه الطايتل الكبير ده ده احنا معانا حد جميل جدا طباح البولة عليك يا دعاء طباح الورد الحمد لله ايه موضوع الفخ ده احنا فعلا عندنا مشكلة حد خالص الشخص الوحيد اللي انت تقدر يتغيريه هو انت هو نفس لو النبي ما تقفلين على الصبح لا لا بكلمك بجد والله لا 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 بصي انا دايما ليا كلمة بقولها لما في اي حاجة بتكون خاصة بالعلاقات الزوجية كلمة اصله هيتغير بعد الجواز اصلها غيرها بعد الجواز الكلمة دي اللي مالية محاكم الاسرة بالناس حتى لو بحب بصي خلينا احنا ما عندناش ثقافة ان احنا اصلا نفهم نفسنا صح فاحنا ازاي هنفهم الطرف التاني وبعدين الولد بيبقى جاي البنت عجبته في ستايلها في لبسها في طريقتها في هزرها في كلامها في انها فرفوشة في انها منطلقة هي عجبها ان هو لطيف و لزيز و بيلبس حلو و ليصحابه ما بيبقاش فيه هو انت بتحب ايه وانا بحب ايه خلاص طب ايه اللي اقدر اقبله واتعامل معاه وعيش معاه وقال لي لا احنا متربناش على الثقافة دي بيجي لي حالات يا ياسمين بيتطلقوا بعد عشر شهور والله العظيم والبنت لسه مثلا البنت لسه حامل انت متخيلة الطفل بيتولد وابوه ما بيحضرش الولادة اوكي بعد سنة طيب ما احنا اصلا من البداية لو تعلمنا والله انا نفسي اعمله ده في المدارس دايما بقول يا جماعة خلونا نفهم نفسنا في المدارس خلو الولادة من وهم صغيرين يترسخ عندهم الوعي بنفسهم خلاص والله فكرة ممتازة والله العظيم نفسي ومن هنا بنقول هو ان وانا يعني انا مستعدة جدا جدا واكيد ان شاء الله هيكون معايا ناس كتير جدا مستعدين نعمل ده بشكل تطوعي بس الناس تفهم نفسها افهم ازاي اختار شريك حياتي كمان ايه اللي لأ انا الحاجات دي ما اقبلهاش وايه اللي اقدر اقبلها وعيش معها يعني لو 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 الشباب من البداية فهموا الموضوع ده ممكن يقدروا يطوروا او يغيروا طبعا لكن لو هم طلوا على كده يعني كبروا على كده هيبقى التغيير صعب بسي بسي ياسمين المشكلة اللي قد كده قبل الجواز بتبقى قد كده بعد الجواز ليه هقولك مثلا الولد اللي بيصهر الشاب اللي بيصهر ومش شايل مسئولية حاجة ولا شايل مسئولية في بيته ولا اي حاجة من دي تمام البنت بتعد تكلمه وبيتكلمه ومش عارف ايه وهي في دماغها بتصدق طبعا هو مش بيتحك عليها هو فاهم ان هو ممكن اوكي يتغير وهتبقى الحياة جميلة جدا وبتاع احنا بنحدد ده على اساس ايه على اساس ان احنا لسه في حالة الحب والحاجات اللطيفة وبتاع طب هل انتي بعد شهر اتنين تلاتة سنة نفس المشاعر دي هتفضل موجودة طبعا لا يبقى انتي من البداية تحددي انا بحب ايه وإيه اللي قدر استحمله وإيه اللي لأ بيبقى فيه دايما مؤشرات كده وجرز انذار وإحنا عارفة اللي هو المثال اللي بيقولك مراية الحب عامية مش عايزين نشوفه يعني انتي شايفة ان الجواز مش مجرد حب لا طبعا لا بس هقولك على حاجة الحب برضو بيخليك ايه تعدي شوية يعني برضو يعني شوية الحب دول بيخليك انا بحبه طب هعديله لكن لما يبقى الجواز كده خبط لزق كده تحسي برضو ان انتي يعني مش بحبه كمان هعديله بس لما بعد الجواز الحب والمشاعر الفضيعة دي بتهدى هل هيبقى هو ده بس هتقدري تتحملي وتعدي مش هتقدري ولو تحملتي سنة مش هتتحملي التانية مش هتتحملي التالتة هيبقى فيه مشاكل ممكن توصل ان احنا ينعيش منفصلين عاطفيا زي هي الكلمة اللي بنسمعها احنا مش متطلقين بس هصلي منفصلين عاطفيا اصلي فيه اهجر عاطفي اصلي فيه الكلام الفارغ اللي بقى ماشي جدا ومستحدث علينا دي كرسة طب معنش خليني كده حمشي معاكي حب حب انا حتى نفسي مكان كل حد دلوقتي بتفرج عنه اكيد بيجي لك اسئلة كتير واكيد ناس كتير بتتواصل معاكي طبعا ومشاكل كتير جدا جدا انا بحب واحد او انا او واحدة بتحب حد وعايز اكمل معاها حياتي طب هل اصرحها قبل الجواز وقولها انا حدودي كذا انت قادرة ولا هل يعني اخدها شوية شوية مع نفسي انا من جوية يعني ايه الخطة الصحة ان الطرف التاني لقدامي زي ما احنا لسه قايلين انا بعدي علشان بحبه اللي انا بعديه دلوقتي علشان بحبه مش قادر اعديه بعد شوية من الجواز خلاص فبنتصادم ببعض وبنتفاجئ ان ايه ده انت تحكت عليها هو ما بيبقاش ضحك عليها هو بيبقى هو انا حياتي كده بيتجمل مثلا اه طبعا لان هو لسه بيحبها ومسك فيها وعجباه وعايزها وبعدين معلش طبيعة الراجل بتختلف عن طبيعة الستة الراجل قبل الجواز الحب والدلع والهزار والحاجات الجميلة بعد الجواز انت بتاعته يبدأ بقى يهزر ويبقى لطيف جدا فكرة يا سينة عبدالعزيزة ما كانت بتقول انا متجوزة راجل لطيف وحنين مع كل الناس إلا انا بعد شوية والست يا حبيبتي بتبقى محوشة كل حاجة لبعد الجواز هنا بيحصل الصدام الفكرة دي احنا طالعين بيها من بيوتنا هنسمع ناس وانتي ممكن تقوليلي طب ما الناس زمان كانت بتعيش وكذا 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 صح؟ طيب ماهو كان فيه ناس بتعيش مش مبسوطة بس ماقدرش اتطلق لان عندي عيال وعندي وعندي وهعمل ايه وعندي 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 انداصر من زمان انداصر اه ماشي بس بقينا في حاجة اسوأ ان احنا حتى مش قادرين نتحمل او نتعلم ازاي نتكيف مع بعض مش هقولك تحملي فيه حاجات لا تحتمل يعني الخيانة لا تحتمل لو هو مثلا حد بيجذب لا تحتمل لو هو حد بخيل لا تحتمل لو هو حد بينقضك او بيغير منك فيه رجالة بتغير من الستات منها مش عليها تمام يعني فيه حاجات كده لا تحتمل انا بحس ان العيوب يعني تحملها بيختلف من الشخص الاخر طبعا يعني انا مثلا ممكن اتحمل عيب غيري بالنسبة له دي كرسى والعكس صحيح ممكن واحد تاني يتبقى بالنسبة لها ده عيب انا بالنسبة لا يمكن فانا بحس برضو ان اختلاف العيوب بيبقى بمقدار معين حسب اختلاف الشخص ما احنا احنا فيه بيننا فروق فردية كتير سواء في شخصيتنا ومعتقداتنا اللي ترسخت عندنا وكمان التربية والبيئة اللي طلعنا فيها خلاص يعني فيه ناس انا بقابل ناس تقولك انا من يوم ما اتجوزته وعارفة ان هو بيخني وعشت معه 13 سنة عشت معه طب ليه عشتي 13 سنة وخلفتي مثلا طفلين او 3 تقولك لا ما هو اصل انا بحبه وبعدين خلاص يعني طالما بيجي البيت بيبات في البيت بيصرف علينا خلاص تمام ده عاوزين شوية سلام نفسي من اللي كلمتك دي لا بس بتوصل في ايه في الاخر اما هي بتجيلي ليه يا اسمي انا بحاول اهدي قصيت النهاردة ايه اتكلمتي يعني بالواقع فانا بحاول اهدي المشاهد اقولك مثلا عشان برضو ما نركز قوي مع الستات والرجالة يقول ان احنا بنبطهدهم بس استني بس انا عايز اسألك سؤال مهم ايه لعيب حياتي عبي امي نتكلم على اليوم ايه لعيب اللي اول ما نسمعه سواء في الستة او في الراجل نقول مستحن نكمل مش هقولك لعيب لان احنا قلنا العيب بيختلف من حد للتاني تمام صح هقولك ايه الاحساس اللي اول ما تحسيه اهربي تمام احساس عدم الامان احساس لو حسيتي انك خايفة وان البني ادم ده بالنسبة للستة بالذات والله يقول الراجل بس لو حسيتي انك مش متطمنة الحد ده مش هو اللي ممكن تسندي عليه مش ممكن يسندك ويدعمك مش ممكن يبقى فضهرك الست يا ياسمين طبيعتها هي محتاجة حاجتين مهمين جدا الامان والاهتمام لو ملاقتيش الحاجتين دول اهربي لان الحاجة اللي قد كده قبل الجواز بتبقى قد كده بعد الجواز والله العظيم الراجل برضو عشان ما نبقاش وحشين ويزعلوا مننا محتاج جدا جدا انك تقدريه فلو عملك حاجة قد كده قدريها تمام حاجة قد كده قدريها وهو بيحب ان انتي يحس بالتأدير ده سواء بقى هو قبل الجواز او بعد الجواز والموضوع ده بيفرق جدا بعد الجواز تقدير ده مفتاح النجاح عارفة لو قدرت دي هو هيشيله فحيبدأ يبقى عندك رصيد ليه بالضبط والله يعني بس برضو فيه رجالة ما بتفرقش معاها الموضوع ده وفيه ستات ما بتفرقش معاها الموضوع ده حاجة بقى تانية بلاقيها من شكاوي الرجالة اللي بتيجي تاخد استشارات أو كده إن أنا لما دخلت البيت أصلي المؤشرات كلها كانت بينة إن الأم هي اللي ماشية البيت والأب مثلا وجوده زي عدم مشكلة الحمى مشكلة الحمى مشكلة إن البنت ما ترسخش عندها فكرة الراجل والست فهي بتبقى فيه حاجة من الاتنين يعايزة تبعد تماما عن طريق مامتها في السكة دي يا إما مامتها مسيطرة على حياتها طب لو أنت لقيت إن البنت هي أمها مسيطرة عليها والأب مالوش وجود اجري بجد اجري ليه؟ لأن أنت بيتك هيتحول بعد كده من بيت حماك وحماتك بصي بس اجري يعني أنا عايزة برضو أقولك حاجة اجري دي وهو خلاص دخل عيش الزوجية أو هي اجري يعني قبل ما نخش العيش نجري طب هما في حاجات ممكن يكتشفها دخلنا بقى طيب بصي دخلنا وعيشنا وارتضينا إن إحنا هنعيش وهنكمل سواء في أطفال أو ما فيش أطفال يمكن عشان بنحب بعض لسه في بنا رسير في بنا أي حاجة من دي يبقى نتكيف إزاي نعيش مع بعض نتعلم إن إحنا الحاجة دي بتضيقني والحاجة دي أتكلم فيها بصراحة وأنا محتاجة كذا وهو نفس القصة أنا ده بيضيقني وأنا محتاج كذا نتعلم إزاي نختلف يعني لازم يكون فيه لغة حوار نتفق إزاي نختلف لو ما فيش لغة حوار دي كارسة إزاي هنعرف نتواصل مع بعض وإحنا ما فيش لغة حوار بنا الصمت اللي هو بيقوله الصمت الزواجي والخرس الزوجي والكلام الفارغ ده هو معلش اسمين هو لو الراجل والست اللي متجوزين ما تكلموش مع بعض طب ما هو هيتكلم مع اللي حواليه في الشغل وهي نفس القصة تمام؟ بس برضو أنا عايزة أضيف لي كلامك إن اختيار الوقت بقى يعني دايماً تقولك أنا جوزي ما بيسمعنيش طب ما تيختاري الوقت الصح إن أنت على فكرة كلنا بيحصل معنا مش لازم تستني بقى وهو جاي هلكم مش شغله ومش قادر بس برضو بصي بس الرجالة برضو عندها لا الرجالة مش سهلة برضو جاي من الشغل أنا تعبان جاي من الشغل أنا تعبان وأرفان وجاي من الشغل صحي من النوم أنا لسه عايزة أنا لسه صحي داخل أنام إنتي بلقتيش غير وأنا داخل أنام تتكلم طب أنت أتكلم معك الحمام طيب هم عندهم حيال كتير بس خلينا نقول إن بصي والله اختيار الوقت مش هيفرق قوي أصلاً مش باخد معد يعني من حد بشكل رسمي يعني أنت لو إحنا فيه بيننا تفاهم وود وتواصل هنتكلم في أي وقت تمام؟ وأنا الواحدي هحس لا ده هو مقفل ده هو تعبان ده هو بس محتاج إن أنا أكون جنبه في صمت كده بس برضو من الحاجات المهمة قوي الراجل لو عنده مشكلة مش بيبقى عايز يقعد يتكلم فيها احترمي صمته الست لو عندها مشكلة عايزة تقعد ترغي ترغي اسمعها وما تجيهاش حلول هي عرفة الحلول بس الصمت لما بيطول قوي برضو بيقلب بنتيجة عكسية أنا هي تسأله يعني لو هو دلوقتي قالك أنا عندي مشكلة في الشغل خلق عايز يقعد يفكر فيها ويهندل دماغه هو الراجل بيبقى عايز يفكر الأول قبل ما يقول كلام حقيقة الست عايزة تطلع الكلام مش مهم تفكر بعدين هتفكر تمام؟ فطبيعة ده غير طبيعة دي فلو فهمنا ده ما هي الفكرة إحنا طلعنا كده سواء بقى في اختيار شريك الحياة إحنا طلعنا كده يلا زي ما قال لنا لا أنا عايزة تبقى تقولي لي يعني إزاي يعني أنت تقولي لكل ست أنت هي دي المواصفات الأساسية يعني هي دي اللي هي الفريم اللي هتختاري بيه شريك حياتك وبرضو للراجل إيه الفريم اللي هتختار بيه لأنه واضح أن الموضوع طلع كبير ومتشعب بصي رقم واحد أن يكون فيه بنا احترام في كل حاجة مش بس احترام أن احنا منهنش بعض ولا بتاع احترام أن أنا بحترم مشاعرك لو أنا جيت أقولك حاجة ما تقوليش أنت بتأفوري أنت بتمثلي أنت مش عارف إيه وتستهين من مشاعر أن دي بتبقى كبيرة جدا عند الست وإفعال ممكن تبقى حاجة قد كده بالنسبة لك أنت كراجل لكن بالنسبة لي أنا كستة هي حاجة كبيرة ومقصرة فيه كل اللي الست محتاجة في اللحظة دي إيه معلاش لو محتاجة مساعدة أنا معيك هنفكر سوا هنحل سوا طب إيه دي الراجل ده بالنسبة للست أن لازم يبقى بيننا إحنا الاتنين احترام وتأدير لمشاعر بعض جدا والراجل محتاج منك بجد والله هي أكتر حاجة محتاجينها تديه لهم ساحته الخاصة مش الخاصة قوي الخاصة جوة البيت الخاصة يعني لا والله طب ما جوة البيت وفيه شات وتلفون طب إيه طب ناخد الموبايل لا 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 اديه لهم ساحته يعني احترمي خصوصيته وبرضه هرجع أقول تأيه لو فيه بيننا تواصل واحترام وتفاهم وبنعرف يعني إحنا بنتفق إزاي نختلف مش لما نختلف الدنيا تخرج عجباني قوي الجملة دي والله هزيك نتفق إزاي نختلف لازم نعمل ده وما فيش يا جماعة مشاكل وقلت الكلام ده كتير جدا قبل كده ما فيش مشاكل بتتحل وقت الغضب لو لقيت جوزك خلاص فيه شرار طالع وإنت لو لقيت مراتك فيه شرار طالع وممكن الموضوع يبقى ما يخصكش يبقى بيخص العيال ما تديش كومنت هيولع الدنيا أكتر انسحبه ولما نهدى نعرف متواصل بعد كده بإذن الله بصي أنا عاجبني قوي 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 يعني الخلاصة اللي انتي قلت هلنا يعني كانت وحي البيوت فيها صراعات كتير قوي وعلى حاجات تسمعيها عبيطة جدا جدا مش مستهلة عندك حار كان منورنا النهاردة أستاذة دعاء خليفة يا جماعة هي قالت نصايح مهمة جدا الموضوع مش اتنين كده دخلوا يلا هنبدأ حياتنا الموضوع طلع له ترتيب ولو يعني قيم كده لازم نمشي عليها والجواز مش حب بس الجواز حب وتفاهم وبيت بيت بني طوبة على طوبة ولازم نبقى عارفين إزاي احنا داخلين نكمل وشريك حياتنا ده هيكمل معنا بالطريقة الصحة ولا نورتيني حبيبة ألوك يا حبيبة ألوك إن شاء الله لنا لقاءات كتير مع بعض حنروح لفاصل وحنكمل بقى خطواتنا من خطوات فاصل ونواصل لكل الناس اللي تواصلت معايا ولكل الناس اللي تواصلت على الأرقام اللي دايما بتظهر على الشاشة كورس التخصيص اللي احنا دايما بنقدمه من خلال خطوات كورس التخصيص مرخص من وزارة الصحة كورس التخصيص مكون من فيتامينز فيتامين سي فيتامين دي ماغنيسيوم فيه ألياف طبعية زي السليم بتدخل في المعدة بتنفش علشان كده بتقلل نسبة الأكل اللي انت بتاكليها وبتساعد على الحال دايما بتسألوني نتواصل عن طريق التليفونات بتكون مشغولة جماعة عندنا خدمة الواتساب اتصل لي تاني مرة واثنين وثلاث عندكم خمس أرقام حتكون موجودة أنا طالعا النهار دا بأكد عليكم الأفر عندنا لحد إن شاء الله آخر السنة بمناسبة الويت فرايدي وبمناسبة نيو يير وبمناسبة الجمعة البيضاء وراص السنة وكل سنة وكل حتى بتفرج عليهم طيب وبخير يا رب وسنة سعيدة عليكم لو أخدتوا باكت واحد لو أخدتوا مجموعة واحدة عندكم تلاتة وتلاتين في المية خاصة وتتواصلوا على الأرقام الموجودة على الشاشة طب أخدتوا العرض الجامبو دا أنا بحبه جداً وبفضله لأنه هو موفر جداً وحتقدري أن أنت تاخذي المجموعة على مدار ثلاث شهور هتاخذي عرضين في عرض يعني هتاخذي نفس التو باكت هيجولك وعليه خصم خمسة وأربعين في المية خاصة هنتواصل على الأرقام الموجودة على الشاشة عشان ناخد تلاتة وتلاتين في المية خاصم الأول مجموعة وحناخد خمسة وأربعين في المية خاصم لو أخدنا مجموعتين في مجموعة كورس التخصيص اللي قدامكم دا وأنا بتعمد أظهره على الهواء وأنا قاعدة حتى رجلي على رجلي كده لأن غير أنه هو مرخص من وزارة الصحة هو مكون من أعشاب طبيعية فقط تاخذي كابسولة قبل الفطار بربع ساعة كابسولة قبل العشب بربع ساعة بتاخدي فوار قبل الغداء بربع ساعة أو نصف ساعة بتحطيه على ربع كباية مية بتقلي بيه بتسبيه شوية بيعمل زي بولة الجلي وبتبدأي تكليم أو بتشربيه لو أنت في الشارع مثلا أو رايحة مشوار بتجيبي إزازة مية معدنية وبتفضيها لحد ربعها بتفضي كيس الفوار بترجيه كويس وبتشربيه عندك في مجموعة التخصيص كريمين فيه عندك الكريم الأورنج الكريم ده لو عندك كتلة معينة في جسمك أو منطقة معينة متكون فيها الدهون بشكل كبير بتبدأي تدهني الكريم ده على المنطقة دي بالليل ولو عندك ستريتش اللي هو زي الفويل اللي هو الشفاف بتبدأي تليه فيه حواليه بطنك أو الفخاد أو الدراع فده بيساعدك على حرق الدهون أكتر إحنا بندخل نعمل حرب على جسمنا والكريم الثاني اللي معانا هو الكريم الأزرق لأي علامات بيضة علامات حمرة أي سكراتش موجودة في جسمك بتحطيه برضو بيساعدك على long run خسي وحاولي أن أنت تحفظي على جسمك حاولي أن أنت تخلي بالك على صحتك لأن كل كيلو زيادة في الوزن بيبقى سنة زيادة من العمر وبتمنى أن كلنا صبايا وبنات وتباب ورجالة أنهم يحافظوا على جسمهم وإن شاء الله ندخل عشرين وعشرين وعشرين وإحنا كلنا بصحة وسعادة وانتهت حلقتنا وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من خطوات شكراً سباح الفئل عليكم